السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد هقولك ازاي تقدر تسترجع الاسماء المحزوفة عندك على الجهاز تابع معي الخطوات دي لو انت عندك جهاز من الاصدار القديم او جهاز هنا من الاصدار الجديد هنشرح على الاتنين دول ان شاء الله خلي بالك هنا انا هستعمل اول الجهاز الاصدار القديم اول حاجة بخش على جهات الاتصال بعد كده بروح عندي هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول بضغط عليهم ضغطة كده وروح عند الضبط عندي بضغط على الضبط بعد كده بروح على حاجة اسمها استيراد او تصدير جهات الاتصال بضغط على ضغطة واحدة كده وقل له ايه استيراد وبخش على الاكاونت بتاعي خلي بالك انت لازم ان تضيف اكاونت الجميل القديم بتاعك لو ما عاقش اكاونت الجميل القديم حاول تشوف اي اكاونت انت كنت رابط به التليفون بتاعك ده سواء انت كنت عامل له فورمات او هو عندك اصلا بس امشي طبع الترقى دي وتختار مثلا الاكاونت بتاعك انا اختار الاكاونت ده طبعا زي ما انت شايف انا ضغط على استيراد وبعد ما اخترت الاكاونت اللي لم يتم العصور على ملف في كار طيب خلاص اقول له هنا نقل جهات الاتصال انت رجعت خطوة تقول له ناكله جهات الاتصال الموجودة على الجهاز طبعا بتضغط على ضغطة كده برضو بتحدد نفس الاكاونت اللي احنا قلنا عليه انا بحدد الاكاونت بتاعي على طول هيعمل لي استرجاع لجميع جهات الاتصال بتاعتي طيب اجرب معاكو تاني كده وانا افترض ان انا همسح كل جهات الاتصال اللي موجودة هنا اهو اقول له حسب تمام بعد كده اقول له المزمنة مع حساباتك عادي جدا وبقول له برضو على حساب جوجل استراد جهات الاتصال على حساب الجميل بتاعي بنفس الخطوة اللي احنا عملناها قبل كده قال لك انا لم يتم العصور على في كار طيب بروح ثاني على الضبط اقول له دمج اه لا اقول له هنا اروح على جهات الاتصال المرادة عرضها بعد كده بروح على الاكاونت اللي احنا اختارناه الاول الاكاونت اللي قديم بتاعنا برجع خطوة واحدة كده بعمل ربريش زي ما انت شايف كده ظهر عندي الاسماء كلها من جديد وبكده انا قدرت اعمل استرجاع للاسماء اللي هي اتحزفت قبل كده عن طريق حساب الجميل اللي انا اضفته عندي على الاكاونت اللي انا اضفته عندي على التليفون ده تعالي بنا نروح للاصدار الجديد زي ما انت شايف كده مفيش اي اسم خالص موجود على الجهاز بتاعي كلها لك انت بتعمل ايه تلقط على الثلاث شرط اللي موجودين فوق بعد كده بتروح على حاجة الاعدادات هنا وبعدها بتروح على الحسابات او اعدادات لمزامنة جهات الاتصال انت ممكن تروح لاعدادات وتعمل بدء للمزامنة مجرد ما بتغط ضغطة كده هو اعمل الشريط عمل يلف فوق اهو وعمل يلف لحد ما ينتهي خالص اصبر على شوية ممكن ترجع وبص بصة كده على الحسابات اهو بتتأكد بس انه هو معمول مزامنة اللي هي المزامنة اللي فوق دي العلامة اللي انت شايفها دي كده هي علامة اسمها هنا مزامنة الاتصال هي الاسف مش في النوع ده من التليفونات بس في حاجة اسمها عندك هنا المزامنة على طول بيعمل اتصال بالاكاونت ده علشان يقدر رجعلك الاسماء طبع لو رجعت كده خطوتين ورا علشان نشوف الاسماء بتاعي هابدى اعمل الفرش لسه ما فيش حاجة طيب نرجع تاني خطوة كده ونتأكد ان من الاعدادات هنا ان احنا ضغطنا على المزامنة ونقول له بدء المزامنة من جديد نصبر عليه لسه عاملش هجال اهو اللي تم مزامنة اربعين جهات الاتصال لو جينا رجع خطوطين كده زي ما انت شايف ظهر عندي جهات الاتصال كلها وبكده قدرت استرجع كل حاجة كانت ممسوحة عندي على الجهات الاتصال وعرفنا نرجع الجهات الاتصال كلها القديمة كده شرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة لو ترقى نفعق معاك وتكتبلي في كومنت تنساش تزور الرابط اللي موجود في التعليقات او الوصف اسفل الفيديو هتلاقي في كل شرحات عن استرجاع الاسماء المحزوفة على الجهاز حتى نعد عليها سنين مع السلامة اشتركوا في القناة